لو انت من محبين المنغة فالفيديو ده عشانك دي جولتنا في سوق العبور طبعا واحنا في عشرين اربعة وعشرين وصيف عشرين اربعة وعشرين مشتعل لان السنادي سوق المنغة جبير جدا والسنادي وفرق جدا في مخزون المنغة او في محصول المنغة وكل الانواع موجودة واسعار جيدة جدا واسعار ممتفق جدا ولو عايز تجيب منغة صح لازم تيجي سوق العبور وتشوف اللي احنا شفناها وتشوف الاسعار اللي احنا قدرنا نوصل لها مع التجار وهنقول لكم على طول يلا نبتز على طول معنا سبعتاشر نوع مانجا كلهم باسعارهم واسعار الجملة طبعا لازم تاخد اقل حاجة افص وطبعا مش هتيجي سوء العبور عشان تاخد كيلو ولا اتنين لازم تاخد طبعا كمية وكمية محترمة وطبعا يلا نبتدي مع بعض على طول جولتنا وهنقول لكم بداية من مانجا العويس المانجا العويسي حصلناها بتلاتين جنيه وهي موجودة في سوء العبور من تلاتين لاربعين جنيه وانت وشطرتك لكن احسن سعر ليها طبعا هو تلاتين جنيه المانجا الهندي موجودة من عشرين جنيه لاتنين وعشرين جنيه كمان موجود المانجا الطايمور موجودة من عشرين جنيه لاتنين وعشرين جنيه وطبعا اللي عارف الانواع عارف العويس يعني ايه وعارف الطايمور يعني ايه والهندي يعني ايه وطبعا نكمل مع بعض والزبدية موجودة من تمنتاشر جنيه لاربعة وعشرين جنيه المانجا البلدي موجودة من اربعتاشر جنيه لحد تمنتاشر جنيه وكمان موجودة المنجة الفونس اللي انا بعشقها طبعا من عشرين جنيه لتلاتين جنيه وسعر ممتاز جدا. كمان المنجة الفصل اللي هي اغلى انواع المنجة موجودة من اربعين جنيه لحد سبعين جنيه وانت وشاطرتك زي ما شايفين قدامكم لكن لو قدرت تاخدها باربعين جنيه بقى انت قدرت ان انت تفاصل. السوق محتاج فصال ولازم تقدر ان تكون عندك قلبي طبعا ان انت تناهد وان انت تفاصل مع التجار ولازم ان انت تلفل اول لفة حلوة على المحلات واحنا اجيب لكم المحلات اللي في الاخر اللي هي بتكون اسعارها مهودة ما تاخدش اول ما تخدش السوق. الاسعار اللي هي في الاول خالص لان كل ما بتمشي اكتر وكل ما تخدش حتة مش مكشوفة او حتة مدرية بتبقى. الاسعار فيها ارخص طبعا لان المحلات اللي جوه بتبيع باسعار مهودة طبعا ونكمل مع بعض كمان موجود المنجة الدبشة. المنجة الدبشة من اتناشر جنيه لتمنتاشر جنيه. المنجة الديقة اللي الناس كتير بتحبها من تسعتاشر جنيه لخمسة وعشرين جنيه. المنجة الجولوك من تمنتاشر جنيه لاربعة وعشرين جنيه. كمان المنجة السكري موجودة من خمستاشر جنيه لحد عشرين جنيه. ودي طبعا بتتبع في الاسواق. زي ما حضراتكم شايفين بخمسة وعشرين جنيه وبتلاتين جنيه. لكن لو انت جيتس للعبور هتقدر تاخدها بخمستاشر جنيه. بس لو انت خدت قفص والقفص ممكن يبقى عشرة كيلو. يعني حوالي مئة وخمسين جنيه. فطبعا سعر ممتاز لان مئة وخمسين جنيه برا ما يجبوا لكش حوالي ستة كيلو او اقل كمان. ونكمل مع بعض كمان المنجة بيد العجل من اتناشر جنيه لتمنتاشر جنيه. والمنجة السنارة من اتناشر لتمنتاشر. والمنجة فجر كلان طبعا لكتير بيعشاقها من عشرين لاتنين وعشرين. والمنجة التومي من عشرين لاتنين وعشرين. والمانجة الكيت من ستاشر لعشرين. وكمان اخر نوع معنا المانجة من ستاشر لعشرين جنيه. اتمنى تكوني الفيديو عجبكم. اتمنى تشتركه معنا. هنعملكم فيديوهات هنا كتير عن اسعار المانجة وعن فاكت سهور عبور. اتمنى تتابعونا دايما. ستشتغلنا لك على الفيديو. السلام عليكم.